عايز اروح بسرعة الى ما يجري في ايران وتأثيره على المنطقة بما فيها القضية الاساسية الان هو مش تعليق على كلام الدكتور جمال انما اسمحنا الدكتور هو نوع الاضافة يعني انه القرار بتاع اللي طلع النهاردة اعتقد انه قد يعني يزيد نتانياهو صلافة وغطرسة فيدفعه لمزيد من السفك الدماء من الاقتحام مناطق جديدة في رفح لانه لو هو حصل له نوع انواع الرضع هييد حساباته ابتداء من رفح وبالتالي هو مش ده هو لن يعني لن يرتدي عن نتانياهو توقعاته لما سيزداد صلافة غرورا كبرياء او تكبر وسيعتقد يعني سنرى نتائج هذا القرار اللي طلع النهاردة في رفح مش في حيث تاني علشان يبعث رسالة لكل اطراف انه انا لا تهمني محكمة محكمة جنائية ولا يهمني كذا ولا يهمني كذا انه ما يهمني اللي قال علينا الدكتور الامن القوم الاسرائيلي وجود دولة اسرائيل اللي هي كلمة حق يرد بها الباطل بتاعه اللي هو تصفيت القضية الفلسطينية دي الاضافة اللي انا عايز اقول لها يعني التطاق مع مزيد من الجرائم الاسرائيلية نتانياهو يعني يضرب بعرض الحائط هذه القرارات ويستمر بل ويرسل رسائل عكسية عكسية والبداية الانطلاق الرسائل دي من رفح مش من مكان تاني النقطة التانية بقى بالنسبة للواقع الموضوع بتاع ايران ايران النهاردة في مأتم وبرغم ان هي في مأتم لكن احنا انا تابعت تقرير الحوار سعادتك مع الضيف اللي من طهران قبل ما نخش اه وكان ملفت للنظر التوقيتات اللي اعلى ده محددة وكأنها مرتبة سلافا من شراء لا لا مش اه 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 كأنها بس هيش مرتبة لا من عايز اقول لي سعادتك الدلالات بتاع الكلام ده اه تفضل انه ايران في مأتم انا بداعت وقولت كده لكن هذا المأتم لا ينسي ايران ايران لا ينسي الجهور ما بيش يخليها تنسى نفسها مش يخليها تنسى اه ضرها مش يخليها تستغرق وتغرق في احزان في المأتم اه في تدعيات الاحزان والبكاء والعويل والصراخ بتاع المأتم هي احزان بروتوكولية عموما في الحاجة لا احزان انا بكلم على النخبة الحاكمة هي احزان بروتوكولية لكن لا 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 مش احزان بروتوكولية الرئيسي كان له مكانة لدى الشعب لدى الشعب ولدى النخبة والنخبة الحاكمة هو ابن النخبة هو خليل ابن النخبة الدينية ابن النخبة السياسية اللي موجودة من سنة 79 دينية وثقافية واجتماعية ابن النخبة الدولة النخبة اللي موجودة دي هي اللي تربت في حجر الإمام الخميني بما فيهم علي خامنائي فهم دول الـ 5001 اللي الخميني آية الله الخميني كان بيجهزهم من سنة 1961 وانت طالع موليد تاريخ الميلاد اللي موجودين دي الوقت آخره 1950 لا رئيسي كان موليد ستين ما نقول ساعتك آخره وراء 1950 اللي هم كانوا الجيل الأول اللي رباه آية الله الخميني في بداية صورته ضد الشهر فانا عايز أقول ساعتك لا في مأتم في حزن لأنه كمان في علاقات المصاهرة موجودة بقوة جدا بين النخب الدينية والثقافية والاكتماعية والاقتصادية اللي جوه إيران تأثير هذا الحزن بقى برغم من هذا الحزن لكن حطت أجندة النهار دا اجتمع اللي هو بقى قام بعمر رئيس الجمهورية مخبر محمد مخبر محمد مخبر يوم 30 فتح باب 30 مايو فتح باب الانتخابات الرئاسية للترشح يوم 12 يونيو بدء الدعاء الانتخابية للسباق الرئاسي الجديد دا معنى أن النظام الجمهورية الإسلامية في إيران هو نظام حيوي فتي فتي ما عندهش انكسارات توقعه دا هو النظام مؤسسة بمعنى الكلمة والمواد الدستورية الضابطة لعملية التعامل مع الأزمات زي اللي حصلة النهاردة كان تدركها النظام سنة 1989 لكان قبل كده إيران ماشى بدستور 1979 وكان فيه بعض الضربات واللوقات الضعف اللي تتم تدركها سنة 1989 في يونيو 1989 من ضمن النقاط دي ماذا لو أصبح رئيس الجمهورية منصب رئيس الجمهورية شاغل فتم إضافة مادة مياه و30 في الدستور بأنه يتولى النائب الأول ويتم عشان ما يتغولش وعشان ما يتغولش النائب الأول في إدارة الدولة هيتم تشكيل مجلس رئاسي اللي شكله علي خامنين المرشد اللي هو صاحب شورى وقضاء ورئيس الجمهورية الثلاثة دول هما إدارة شؤون الدولة في الخمسين يوم لغاية ما يتم انتخاف رئيس جديد الكلام ده معناه أنه إيران هتتجاوز الأزمة هتتجاوز كذا وعندها مات رئيسي فيه ألف رئيسي مات علي خامنين نفسه فيه ألف علي خامنين يعني إحنا ما ينفعش نتخيل إن لو علي خامنين نفسه النهاردة مات يبقى يصل زلزال في النظام الإيراني يبقى إحنا لو إحنا من سيخلف خميني؟ كانت توقعات إنه إبراهيم رئيسي إبراهيم رئيسي كان بيجهز نفسه ومن ضمن ورده ومشتهى ابن الخميني ومشتهى ابن الخميني الحرس الثوري عايز مين؟ لسه هو لازم خلش في المواضيع ما لسه لسه لأن ده لو تكشف الموضوع ده هيرجع إيران زي لأيام آيات الله منتظري لما كان هو خليفة الخميني فبدأت في 85-86 فبدأت الناس تتعامل معاه باعتباره خليفة الخميني والخميني السعياتة كان عنده 85 سنة لأنه موليد 1900 فبقت الولاءات بقى بدأت انشطرت انشطرت فما عندهمش دلوقتي فكرة تسريب من سيأخذ في آية عالي خميني أصلا